فيصل شيباني بمعنك صحفي وإعلامي يعني بأشأن الثقافي في انتظار تشكيل حكومة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون سيكون وزير أو وزيرة للثقافة كم يقولوا وزيرة وغير إن شاء الله ما لابنغت وكتعب تضرب الأنباء خاصة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كل ثانية يخرجنا واحد بحكاية المهم في رأيك ما هي الأسس الأولية اللي لازم يشتغل عليها الوزير أو الوزيرة القادم لوزارة الثقافة من أجل النهوض بالمشهد الثقافي الجزائري وانتعاش الساحة الفنية الجزائرية أعتقد أن أول شيء وليد يجب أن يعيد الاعتبارات للمهرجانات الجزائرية لأنه يجب أولا أن يتخلص هذا الوزير الذي سيسك حقيبة وزارة الثقافة أن يتخلص من فكرة أن الثقافة شيء كمالي يمكن أن يكون ويمكن لك يجب أن يؤمن بأنه يجب أن يكون فعل ثقافي حقيقي في الجزائر يجب أن يقول بالعامية يضرب يدو على الطابلة من أجل ميزانية جيدة للثقافة ولا يجب أن تكون ميزانية وزارة الثقافة هي آخر ميزانية مقارنة بالوزارات الأخرى هذا شيء أساسي يجب أن يدركه جيدا يجب أن يدعم الإنتاج السينمائي في الجزائر يجب أن يفتح المجال أمام الشاب المدعين في السينما في المصرح في الغناء يجب أن يؤسس لمهرجانات سينمائية ومصرحية كبيرة تعكس 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 دور الجزائر وقت تكون واجهة للجزائر وتليق بحجم مثل بلد بحجم الجزائر يجب أن يشجع الإنتاج السينمائي والمصرحي لأنه يستحق ذلك يجب أن يتخلص من فكرة أنه هذا مهرجان شطح ورديح هذا مهرجان سينما واشي يجب بنا لا على العكس الثقافة هي اللي يجب لك السينما هي اللي يجب لك المصرح هو اللي يجب لك الغناء هو اللي يجب لك كل مجالات الفن الرقص كل شيء هو الذي يمكنه يضيف لهذا البلد ويمكن أن يكون واجهة لهذا البلد يجب أن يدرك هذا الوزير بأنه عن طريقة ثقافة يمكن أن يؤسس للسياحة في الجزائر ويجب كذلك على وزارة السياحة أن تدرك بأن الفعل الثقافي يمكن أن يجلب السياح للجزائر يجب أن يتم الإشتغال على هذه النقطة جيدة وهذا لن يتأتى إلا برسم سياسة ثقافية واضحة ويجب أن يتم تطهير قطاع الثقافة ويجب أن يتم تطهير وزارة الثقافة حاليا من الإطارات الفاسدة أقول أنه ليس الوزير فقط هو الذي يكون فاسدا إنما الإطارات بوزارة الثقافة العديد منهم فاسدين ويجب فقط فتح ملفات هؤلاء ويجب طردهم وتخلص منهم حتى يمكن أن نؤسس لفعل ثقافي حقيقي في الجزائر